بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة بقى احنا عملنا حفلة حفلة ايه احنا رحنا مطعم وكلنا احلى اكل وافخم كنتاكي وستريبس ورز ريزو وحاجات كده جميلة جدا يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد زي ما حضراتكم شايفين كده عملنا اكل المطاعم بمنتهى السهولة والجمال ويلا بينا نستعين بالله ونهجم على طول على المطبخ عشان نعمل احلى صفرة وكأننا قاعدين في احلى مطعم ويلا بينا بس قبل ما نبدأ الفيديو حبيب قلب ميرفت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك فضلا وليس عبر واركوا الاكل كده كله شوفوا الجمال والحلاوة حاجة كده ايه بطاطس محمرة وكنتاكي وستريبس والصوص بتاع الريزو والريزو على اصوله بقى حاجة كده جميلة جدا اول حاجة كده ايه انا بسلق الفراخ تمام ودي بقى برضو بسلق الفراخ بس يحطين عليها شطة عايزينها تبقى مشطشطة قوي احنا مهما نحط نلاقيها مش مشطشطة قولنا نسلق بقى المرة دي شوية كده تجربة فحل علشان نشوف ايه الشطة هتاخد فيها ولا لا خلاص احنا بقى ايه متابلين لستريبس ده فبقى ايه بصل بودر توم بودر شطة الملح والفلفل والحاجات دي وسبناها بيتناها ليلة عملنا بقى الخلطة بتاعت اللبن على البيض هنزلها فيها كده وبعد كده نحطها في الايه الكوفر بتاعها تمام خلاص كده الفراخ تسلقت هبطلعها كده ونصفيها علشان نعمل كله بقى نشتغل في التحمير على طول ان شاء الله تمام الفراخ لما بتتسلق ما بتبقاش شربة بقى ايه زيت كتير زي ما بتكون نايا وما بتاخدش وقت دي هي نفس الحكاية هي الشربة هي هي بس حطيت معلقة شطة اديتها اللون ده علشان عايزين نجرب انها تبقى مشطشطة قوي تمام هناخد بقى الستريبس كده ونحطه في الكوفر بتاعه نعمله كده علشان ده اللي هنقطعه على الريزو ان شاء الله تمام التدبيلة دي برضو بتبقى حلوة جدا وبيبقى طعمه جميل هي الخلطة دي اللي حطينا منها على الستريبس وعلى الدي هناخدها على الكنتج بس هنزودها شوية دقيق هنقلب كده على بعضه علشان عايزينها تبقى مقرمشة وحلو انا عادة بعمل بدقيق بس بس المرة دي قلنا بقى نعمل بالخلطة ديت علشان ايه آآ نجربها يعني دي بقى الخلطة اللي فضلت تدبيلة اللي فضلت من الستريبس هحطها كده وحزود بقى شوية ملح شوية فلفل اسود شوية شطة آآ هزود هحط دقيق وهحط كده وايه واضربها طبعا الخلطة دي كان كمان البيض اللي كنا ضربينه وحطينه على بنعمل فيه الستريبس وهنضرب كده في الخلطة دي كده الدقيق لحد ما يديني معجون دقيق كده ايه معجون قصدي كده ايه متجانس شوية علشان الكنتاكي يبقى حالو وبيبقى مقرمش وجميل كمان يعني انا دايما بعمله بالطريقة دي بس من غير الكيس اللي هو الكوفر ده بعمله دقيقة عادي يعني هي زي ما انت عايزة الاتنين بيبقوا حلوين جدا نحط بقى نزبط كده الطعم يبقى تمام ونضربها كويس بالمضرب السلك ده وفلفل اسود البهارات اللي بتحب بها بقى وهاخد بقى الفراخ اللي هي تسلقت دي هحطها كده في الخلطة الجميلة دي حطين كمان شط علشان يبقى يعني سبيسي وحالو وهنزل بقى في الخلطة اللي هي الكوفر علشان خلاص دي الخطوة الاخيرة اللي قبل التحمير على طول طبق يكون معاك كده واسع وحلو علشان تاخدي راحتك وانت بتقلبي خلاص والتانية دي كمان اللي احنا حطين عليها معلقة شطة وهي بتتسلم خلاص كده حطنا كله في الكوفر بتاعه الخارجي وهنزل بقى ايه الوق على النار كده وهنزل بقى عشان نحمر نحط زيت حلو كده ما تخفيش هي ما بتشربش زيت كتير المسلوقة دي وعلى ضمانتي وجربي ما بتشربش زيت كتير زي التانية اللي هي بتبقى نية نعمل بقى الريزو ركزي معايا علشان هخليك تعملي ريزو بطريقة جميلة جدا احنا حطينا معلقة كبيرة سمنا وشوية زيت ودول تلات بصلات كبار ودي انا هعمل المقادير اتنين كيلو رز ودي نقول معلقتين توم تمام هنسيبهم على النار يعني يتبالوا كده انا بس بقلب الكنتاكي اهو عشان ده مصفة عشان ايه دي تبقى شغالة هنا وهنا وننجز في الغدى بتاعنا شايفين مقرمشة ومتحمرة وجميلة وما تخفيش بقى ما بتبقاش نية ولا حاجة عشان سلقنها تمام بتبقاش نية بقى ما تخفيش بقى وتسيبها على النار كتير جدا وبتشرب زيت وتخفي انها تبقى فيها دم والعضم ني وكده المسلوقة بصراحة بتريحك جدا خلاف بقى انك بتاخد شربة كمان بيبقى عندك شربة تستخدميها في اي حاجة بصراحة انا بحب الشربة تبقى موجودة في البيت هنجيب بقى هنا كوباية كاتشب وكوباية باربيكيو سوس الباربيكيو تمام علشان دول مقادير يا حبيبة قلب مرفت اتنين كيلو روز احنا كلنا متجمعين وبنعمل كتير دول بقى تلات معالق سوية تمام على كوباية الكاتشب كوباية الباربيكيو تلات معالق سوية سوس وبحط دلوقتي معلقتين عسل ابيض تمام ركزي في السوس عشان دلها هيزبط معاك الرز ومعلقتين عسل اسود مفيش عسل ابيض وفي عسل اسود شغال ودي معلقة شطة تمام ومعلقة خل وهنضرب كله في بعضه كده بالطريقة دي وهاجي بقى بعد البصل والتوم ما خدوا تشويحة حلوة على النار كده قاعدوا يجي عشر دقايق ولا ولا سبع تمن دقايق هنزل بالخليط الجميل ده وهنزل بقى ريزو بيعتمد على الماجي انا حطيت تمن مكعبات ماجي على المقدار اتنين كيلو رز طبعا انت تقدري بقى تنقصي الرز تنقصي الكمية وبقيت الكنتاكي بيتحمر اهو تعال اقول لك على الصوس تاني حطينا تلات بصلات على النار تشوحوا حطينا عليهم معلقتين توم جينا بقى عملنا الصوس خدنا كوباية كاتشاب كوباية باربيكيو اه تلات معلقتين عسل اسود معلقتين عسل ابيض معلقة شطة معلقة خل ضربنا كله في بعضه ونزلنا بيهم على البصل والتوم اللي تشوح تمام والكنتاكي بيتحمر معايا اهو عايز اقول لكم الريحة ايه احنا كده قاعدين في في مطعم بصراحة الريحة كانت مسيطرة والريزو بقى بصوا الريحة بتاعته حلوة وعايز اقول لك علشان تعملي الريزو ده لازم تعمليه في حلة ما تكونش بتلزق حلة سيراميك او جرانيت او تفال يكون تفال حلو لان هو الصوس ده بيبقى تقيل مع الشرب مع القاعدة بتاعه وعايز اقول لك دي معلقة توم بودر ودي معلقة كوركم ومعلقة كاري تمام معلقة كوركم معلقة كاري معلقة توم بودر قبل ما نزل الرز كده عايز اقول لك انا اديت له كمان شوية شربة مع المياه بما انه عندنا شربة حطيت له شربة تمام هدوب كله في بعضه كده واتأكد ان المكعبات دابت وبقى التمام انزل بقى بالرز اللي انا غسله ونقعه ولازم تكوني نقعه علشان يستوي كويس في الصوس التقيل ده الرز لو مش منقوع هيحصل منك كده ويبقى ناشف وهياخد وقت كتير جدا بخلاف بقى ان الصوس ده بيخليه كمان ما يستويش بسرعة تمام لازم تكون الحل جرانيت سيراميك ديفال نضيف تمام هندله تقليبة حلوة كده وهنهدي يعني هنحطه على النار مجرد ما يبتدي يغلي هنهدي على النار وكل شوية نقلبه علشان الصوس هيروح طالع لفوق نزله احنا بقى لتحت نحط المعلقة كده في احرف الحلة كده ونفضل نرفع الرز الفوق وننزل الصوس لتحت تعالوا بقى هنحمر الستريبس انا طبعا فضت الزيت بتاع الكنتاكي وصفيته وزبطه تعالوا بقى نعمل الصوس اللي هنرشه على فوق فوق الريزو نص كوباية كاتشاب نص كوباية صوس الباربيكيو معانا معلقتين خل معانا معلقة عسل اسود دي ده الصوية صوس معلقة صوية صوس ومعلقة شط وهنضرب كله في بعضه كده تاني هو تقريبا نفس اللي حطيناه في الرز بس هنا زيادة صوية صوس تمام بصوا بقى الريزو بعد ما استوى عايز اقول لكم الريحة فاضيعة وشفته شكله حلو ازاي ومفلفل وجميل تمام بصوا مظبوط ظبطه ورحته شفته زي بتاع بره بالظبط مش فارق عنه اي حاجة عايز اقول لكم ان ده اجمل بقى والله العظيم ده اجمل بكتير طعمه حلو جدا وكان لذيذ بطريقة بس عايز اقول لك حاجة هو تقيل علشان مستوي في صوسات انا قطرت قوي عملت اتنين كيلو فهو تقيل يعني ما اكلناش منه كتير انت حاولي تقليل الكمية يعني لو عندك ناس متجمعين الكيلو هيكفكوا ويبقى كويس جدا تمام قطعنا بقى الستريبس كده على وشه ونحط بقى الصوس الجميل اللي هو سبايسي وحلو ده ونرشه كده ونزبط اكلنا كله كده تمام الاكل عايز اقول لكم بقى ايه وعملنا كمان كلو سلو بس طبعا ما جبناش الطريقة لان الاكل كان كتير والحاجات كتير عملناها قابليها بيوم وبيتنا في التلاجة وهو الكلو سلو لما بيتساب يوم في التلاجة بيبقى حلو جدا وبيتتبل وبيبقى جميل وبيتبل في الصوس بتاعه والبطاطس ما حمره اهي يعني حمرنا كمان بطاطس قلنا بقى ايه الاكل ما تبقاش نقصة حاجة خالص عايز اقول لكم بقى اتفضلوا معينا احنا كده هنروح المطعم نتغدى ونرجع لكم تاني ونكمل الروتين مع بعض خليكم معي شفتوا ما شاء الله ما شاء الله اكل حلو جدا وبقى يوم الجمعة ومتجمعين واولادي واحفادي فقولنا لازم نزبط الدني تمام كولوسلو اه ريزو بطاطس محمرة كنتاكي استريبس شفتوا انا قعدت ايه على رئيسة على روس السفرة يعني بصوا كمان بقى ضربنا بيبس بعدها لازم البيبس بقى ايه يعني عشان ينعنش المسائل ويلا بقى نكمل بقى الروتين بتاعنا وندخل بقى الى قدرنا البوتاجاز والموعين والمطبخ وتنظيفه وايه طبعا الاكل ايه كان يعني تقيل كده وتعبنا بس قولنا ايه على طول كده نقوم مع بعض ننظف المطبخ كل واحد يعمل حاجة وبقى ايه نزبط الدنيا ونقعد بقى نشرب الشاي المتين بس احنا بعد الاكل على طول كان لازم نضرب البيبس ده وهنشرب بقى الشاي بتاعنا بس ايه يعني عايز اقول لكم اليوم كان حافل وجميل وانا لولا ان انا مصرعة الفيديو انتوا عارفين احنا عادنا بقى نعمل في الاكل ده ما شاء الله يعني انا وبنتي ومراتبني وكده ايه وكان كل واحد ايده في حاجة وخلصنا اليوم عايز اقول لكم اليوم اللي نتجمع فيه والله العظيم يا جماعة يعني يوم نحمد ربنا عليه ونشكره ومية الف مرة في اليوم لان اليوم اللي بيفوت يعني واحنا في خير وسلام واولادنا معانا واحفادنا والدنيا تمام ومتجمعين فضل ونعمة من ربنا ربنا يحفظ لنا اولادنا جميعا يا رب انا وانتو وكل امة محمد قوله امين يا رب يا رب كل اللي بيسمعني دلوقتي ربنا يحفظ لك اولادك وجوزك ويسعد قلبك يا رب اللي نفسها في عين ربنا يراضيها اللي نفسها في زوج صالح ربنا يراضيها اللي تعبانا ربنا يشفيها ويراضيها بالصحة والعافية وكل الخير والبركة يا رب يا رب كل اللي بيسمعني يرزقوا الخير كله والبركة وكل اللي بتتمنوا تمام خلصنا موعنا وللسه بقى الكونتر بتاع المطبخ عايز تصبينا لازم لازم كله يتصبن كده من الآخر تمام علشان بقتوا عارفين اليوم اللي بيبقى في زيوت وتحمير وحاجات كده لازم البتجاز بقى الشبك بتاعه دي يتشال ويتصبن طبعا كل الشبك والعيون وكله تشال وتتصبن وبقى كله تمام علشان الدنيا يتبقى نظيفة والمطبخ يرجع تاني زي الفل اقول لكم بقى ايه يا رب الروتين بتاعي اعجابك ويا رب الاقي لايقات على الفيديو ولاقي دعم واشتراك في القناة كانت معكم ميرفت من يوميات ليدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته